السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أنا المهندس خليل محمد من الأكاديمية العربية الدولية اليوم ستكون محاضرتنا الأولى في مادة مقدمة في علم الحاسب لما نكمل هالفصل هذا رح تكونوا إن شاء الله قادرين على وصف بعض التعابير المتعلقة بتقنية المعلومات وأنظمة الحواسيب كمان رح تكونوا قادرين على تحديد أنواع الحواسيب وشرح أجزاء نظم المعلومات أو أنظمة المعلومات والتمييز بين برامج النظام والبرامج التطبيقية أيضاً رح تكونوا قادرين على التعرف على الكيان الصلب للحاسب ووحدات النظام ونتعرف على البيانات ونشرح الاتصال الحاسوبي طيب إن مستقبل أجهزة الحاسب والتقنية الرقمية يمر بتحديات وأحداث مثيرة مثل ما نكم شايفين نحن كل يوم كل ساعة كل دقيقة في عنا تطور في أنظمة الحاسب تطور في البرامج المتنوعة والمتعددة الاستخدام والقوية الأداء عنا أيضاً تطور بطريقة تفاعل الأفراد كأشخاص وكمؤسسات مع الحياة اليومية من خلال تواجدهم على شبكة الانترنت إذن رح نتعرف اليوم على المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية اللي نحتاجها لنكون مستعدين لهذا العالم الرقمي المتغير باستمرار رح نشوف كيف تتفاعل الأجزاء التقنية الهامة مع أنظمة المعلومات وكيف فينا نحقق الاستفادة القصوى من هاي التقنية بكفاءة وعالية رح نفهم كيف يدمج التقنية مع الناس مع المحافظة على الخصوصية والأخلاق والبيع وكيف غيرت الثورة اللاسلكية الإنترنت، الويب، الكلاود، حسب السحابية الطريقة اللي نتواصل فيها ونتعامل فيها بين بعضنا البعض كأفراد ومؤسسات وشركات طيب، الحاسوب بلش كجهاز ميكانيكي وليس كما نشاهده اليوم جهاز كهربائي كما هو وضعه اليوم لكن في تطورات مختلفة أدت إلى ولادة الحاسوب بشكله الحالي إذن هو بدأ ميكانيكي فكان عندنا أشكال من الحاسوب الميكانيكي يمكن تسميته كحاسب لكنها بسيطة جداً مثلاً الساعات الميكانيكية عداد الكهرباء عداد المسافة للسيارات كله يسمى حاسب لكن هذا حاسب ميكانيكي ليس له علاقة مباشرة مع الكمبيوتر أو الحاسب في الوقت الحالي وأكيد هذه الأشكال الحاسب الميكانيكي لا يمكنها التعبير عن فعالية الحاسوب بالكمبيوتر الجهاز اليوم الحاسوب الحالي يقوم بمجموعة من المعالجات المعقدة والمتعددة وملايين بل مليارات العاليات في الثانية الواحدة حسب سرعته وحسب نوعه ويعتمد على سلوك طريق طويلة لكنها مبسطة إذن راح نتعرف على المبادئ الأساسية اللي يقوم فيها الحاسب فالحاسب إذن يقوم بتبسيط كل شيء يتعامل معه إلى مجموعة كبيرة نسبية من المسائب اللي كل عناصرها مفهومة ببساطة الكمبيوتر يقوم على مبدأ العد الثنائي اللي هي الواحدات والأصفار فكلمة واحد يعني وجود شحنة وصفر يعني عدم وجود شحنة من هنا يأتي تعريفنا للحاسب كجهاز كهربائي فهو يعتمد على الكهرباء بشكل أساسي إذن ثم يعالج هذه المسائل والقضايا الكهربائية وفقا للمفاهيم إذن كلمة كومبيوتر هي مشتقة من الفعل كومبيوت كومبيوت يعني يحسب بالعربية وهو عبارة عن آلة حاسبة الكترونية ذات سرعة عالية ودقة متناهية يمكنها معالجة البيانات ورح نعرف شو يعني معالجة البيانات تخزين هذه البيانات واسترجاعها وفقا لمجموعة من التعليمات والأوامر اللي هي رح تكون مفردات لغات البرمجة إذن لغات البرمجة هي مجموعة من التعليمات والأوامر اللي نستخدمها لكي يفهم الحاسوب التعليمات البشرية هو لا يفهم التعليمات البشرية بشكل مباشر هو لديه لغة خاصة فيه إذن لغة الإنسان غير مفهومة بالنسبة للحاسب لكن يوجد لديه لغة الآلة نستطيع من خلال لغة الآلة أو لغة الكمبيوتر نستطيع إفهامه أو توصيل مفهوم الأوامر اللي نحن بنياها من خلال مجموعة التعليمات التي تحتويها لغات البرمجة المختلفة إذن الحاسب هو عبارة عن آلة الكترونية كمان هي قابلة للبرمجة تستطيع معالجة البيانات وتخزين هذه البيانات واسترجاعها كذلك إجراء العمليات الحسابية والمنطقية يعني هون حسب سرعة المايكرو برسيسر حسب سرعة المعالج قد تصل العمليات الحسابية إلى مليارات العمليات الحسابية خلال الثانية الواحدة حسب سرعة المعالج يستخدم الآن الحاسوب مثل ما تعرفوا لإنجاز الكثير 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 من المهام المعقدة ابتداء من تخزين المجلدات والملفات إلى التواصل إلى إعداد المستندات والتقارير وتحرير الصور والفيديوهات وإمكانية الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية بالإضافة إلى استخدامه في مجالات الصحة والعلوم والأعمال والتعليم والفضاء والمخابر الإلكترونية في المجالات الصحة أيضاً يعني في القطاع الصحة أو في القطاع الصحة إذن يعني وغيرها والكثير الكثير من المجالات إلى أحد يصعب فيه جداً العمل من دون الكمبيوتر أو الحاسوب إذن يعني هو جهاز الكتروني حقيقة جهاز كهربائي الكتروني فهو يتغذى بالكهرباء يمكن بواسطة تخزين ومعالجة البيانات لاستخراج المعلومات إذن راح ندخله نحن مجموعة من البيانات يقوم بمعالجة هذه البيانات فتخرج على شكل معلومات يمكن الاستفادة منها إذن يعني تدخل الداتا أو الرو داتا البيانات الأولية التي لا نستطيع قراءتها أو هي غير مفهومة لا يمكن الاستفادة من هذه الداتا فيقوم الحاسب بمعالجة هذه البيانات لنستخرج منها الانفورميشن المعلومات ومن ثم تخزينها ويمكن استرجاعها حين الطلب متى ما طلبنا استرجاع هذه المعلومات تكون موجودة داخل الحاسب إذن فهو يقوم بتخزين المعلومات إذن يعني الحاسوب هو عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة اللي تعمل مع بعضها البعض وتتكون من جزئين رئيسيين الكيان الصلب أو العتاد أو ما يسمى بالإنجليزية بالهاردوير والكيان المرن أو البرمجي أو ما يسمى بالإنجليزية هو السوفتوير الآن ذكرنا البيانات ذكرنا البيانات فإذن ما هي البيانات؟ إذن ما هي البيانات؟ إذن البيانات هي العناصر التي نستخلص منها المعلومات بعد المعالجة إذن البيانات بمفردها هي مجموعة من المعلومات الغير معالجة التي لا يمكن الاستفادة منها مثل ما ذكرنا إذن هي مجموعة من الحقائق والملاحظات والمشاهدات حول موضوع معين إذن هي بيانات أولية مادة خام مجردة غير منظمة ليس لها أي معنى مفهوم إذن ولا يمكن الاستفادة منها إلا بعد أن يتم أو تتم معالجتها يمكن للبيانات أن تكون أرقام أو نصوص أو أشكال بيانية أو صور أو أصوات أو مجموعة من مقاطع الفيديو المركبة أو إلى آخره إذن كل هذه تمثل البيانات مثل ما حكينا نحن لا يمكن الاستفادة من البيانات إلا بعد أن تتم معالجتها وتحويلها إلى معلومات هذه المعلومات يمكن الاستفادة منها من يقوم بمعالجة هذه البيانات؟ أكيد الكمبيوتر إذن بالمناسبة رح نعرف المعلومات بما أنه عرفنا الداتا أو البيانات فرح نعرف المعلومات المعلومات هي عناصر البيانات اللي تمت معالجتها بواسط الكمبيوتر بحيث أنها أصبحت مفهومة وتكون مفيدة للمستخدم أن يمكنه استخدامها والاستفادة منها مثلا إذا كان عندي بيانات مثلا لمجموعة من السكان مثلا في منطقة معينة أو في عدة مناطق مثلا اسم رب الأسرة اسم الأطفال الأولاد الأبناء رقم الهاتف عنوان السكان وإلى آخره وقمنا باستبيان من هؤلاء السكان حول قضية ما حول أي قضيتهم هؤلاء السكان في المنطقة التي يقطنونها فجاءت البيانات الأولية على شكل أرقام هذه الأرقام يعني لا نستطيع الاستفادة منها نسبيا ولا يمكن حتى قراءتها ماذا يعني إذا جاء بجانب كل اسم من أسماء هؤلاء الأشخاص نعم أو لا حول سؤال معين لكن عند معالجة هذه البيانات نستطيع استخلاص المعلومات المناسبة لاتخاذ القرار من يقوم بمعالجة البيانات الحاسوب فإذن هذه المعلومات مثلا نحصل على نسبة من قالوا أنهم يريدون كذا أو من أجابوا بكلمة نعم نسبتهم ثلاثين بالمية ومن أجابوا بنسبة لا نسبتهم سبعين بالمية فنستنتج أن ثلاثين بالمية من هؤلاء الأشخاص يريدون كذا وكذا وكذا وفقط يعني وسبعين بالمية من هؤلاء الأشخاص لا يريدون هذا الأمر الذي تم الاستفتاء عليه الآن راح نحكي عن المعرفة المعرفة مثل ما حكينا هي حصيلة استخدام المعلومات وتطبيقها ومعالجتها إذن هي معلومات خضعت للتطبيق أو الممارسة مثل ما حكينا أنه نستفيد من هذه المعلومات من الناحية التطبيقية ماذا عن الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تقنية المعلومات أو يختصرون بآي تي إذن هو مصطلح يشير إلى استخدام الحاسوب كأداة في استقبال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني الكترونيك فورم يعني سواء كانت هذه المعلومات على شكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو وأكيد مثل ما تسمعوا وتشوفوا في كل شركة يوجد قسم خاص اسمه قسم الآي تي بعد أن تطورت تقنية المعلومات ودخلت الشركات والمؤسسات والوزارات وفي كل مكان من أماكن الحياة إذن هو مرتبط بكل جوانب إدارة المعلومات ومعالجتها اللي هي تقنية المعلومات فمثل ما حكينا أنه صار داخل كل شركة طبعا الشركات الكبرى قسم خاص يسمى قسم تقنية المعلومات على الأقل في الشركات الصغيرة على الأقل يوجد شخص واحد وليس قسم في الشركات الكبرى يوجد قسم اسمه قسم تقنية المعلومات في الشركات الصغيرة على الأقل يوجد شخص واحد متخصص في مجال تقنية المعلومات لأنه أصبح ممارسة تقنية المعلومات بشكل يومي وعندما نتحدث عن الوظائف التي في مجال تقنية المعلومات فإذن المقصود عادة الإشارة إلى الأعمال التي تتضمن شبكات الكمبيوتر وإدارة هذه الشبكات وتطوير البرمجيات والهيلب ديسك كما يسمونه الدعم الفني وخدمات الإنترنت وتطوير الويب لازمنا نعرف بعض المصطلحات أو المفاهيم عننا الانفورميشن سيستم اللي هو مجموعة من العناصر المتكاملة لمعالجة البيانات من أجل توليد وجمع وتنظيم وتخزين واسترجاع المعلومات في مؤسسة ما هذه تسمى نظم المعلومات أو نعم نظم المعلومات إذن هدفها معالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وتنظيمها وتوليدها في الوقت المناسب الآن لدينا مصطلح الكمبيوتينج أو الحوسبة يعني الحوسبة أكيد مشتقة من كلمة كومبيوتر أو الحاسوب إذن هي في الأصل كانت تستخدم بشيء له علاقة بالحساب يعني يعني الحسابات الرياضية لكنها لاحقا أصبحت تشير إلى استخدام الآلات الحاسبة والعمليات الإلكترونية اللي تجري ضمن جهاز الكمبيوتر نفسه يعني يعني يمكن تعرف على أنها دراسة الأسس النظرية للحاسب وأنظمة المعلومات وباختصار يعني هي استخدام الكمبيوتر وكل أدوات أدوات والتقنية في الأعمال اليومية نعرف نعرف أيضا البرنامج أو البرنامج البرنامج يعني عبارة عن مجموعة مرتبة من التعليمات مثل ما حكنا لكم في البداية مكتوبة بأحد لغات البرمجة لتحقيق إنجاز أو لتحقيق إنجاز أو إنجاز عمل محدد أو مهمة محددة مصممة بحيث يمكن تخزينها وتصميمها على الحاسب طبعا تابعنا بعض التعريفات اللي تعريفات بسيطة يعني الآن إذن البرنامج مثل ما حكنا لكم الكمبيوتر لا يفهم لغة الإنسان يعني إذا خاطبنا بلغة الإنسان فهو لا يفهم لغة الإنسان وبالتالي لابد من إدخال لغة يفهم هذا الكمبيوتر اللي هي لغة الآلة فيقوم يقوم الإنسان أو المستخدم بإدخال تعليمات مجموعة من التعليمات لكي يقوم الحاسب بتنفيذها وهذه التعليمات تصنف كلغة برمجة لغة البرمجة إذن هي مؤلفة من مجموعة من التعليمات هذه مجموعة التعليمات هذه اللي يفهمها الحاسب وينفذ ما هو مطلوب منه في هذا البرنامج سميناه البرنامج إذن البرنامج هو مجموعة من التعليمات مكتوبة بأحد لغات البرمجة التي يفهمها الحاسب بهدف إنجاز مهمة محددة الآن إذا ذكرنا مستخدم الحاسب أو الاند يوزر المستخدم النهائي نعم يطلق عليه المستخدم النهائي هو شخص أو مجموعة من الأشخاص اللي يعملون على الكمبيوتر في البيئة الحاسوبية ويحتاجون إلى الأوتبوت أو الأوتكمز النتائج الخرج الذي تنتجه هذه النظم الحاسوبية ويتفاعلون مع المعلومات التي يحتويها الخرج أو النتائج اللي ينتجها الحاسوب أكيد في مستخدمين للحاسب أو المستخدم النهائي الاند يوزر وفي أيضا عندنا المبرمج البروغرامر هو الشخص اللي يقوم بكتابة برامج للكمبيوتر هذا اسمه البروغرامر هو يختلف عن الاند يوزر أو مستخدم الحاسب العادي مستخدم الحاسب العادي قد يكون موجود في أي مكان في المؤسسات في الشركات لكن البروغرامر هو شخص فقط مهمته هي كتابة البرامج البرامج اللي حكينا لكم أنها تؤدي مهمة معينة تهدف إلى إنجاز مهمة محددة الآن يخطر ببعنا شبكة الحاسب أو النتورك النتورك طبعا راح ندرسها إن شاء الله شبكة الحاسب في مادة أخرى منفصلة إن شاء الله لكن نعرف لكم شبكة الحاسب هي عبارة عن مجموعة من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض من أجل التشارك فيما بين هذه الحواسيب في جميع الموارد والبرمجيات وحتى الهاردوير والبيانات وأيضا يتم الاتصال الكترونيا كل جهاز مع الآخر يعني عمليا كل شخص مع الآخر أو شخص معه مؤسسة أو مؤسسة مع مؤسسة أخرى كيف يتم التواصل عبر الإنترنت ما هو الإنترنت هو أكبر شبكة حواسيب في العالم يمكن أن توصلك مع الملايين من الناس والمنظمات والشركات والمؤسسات والمواقع الأخرى الموجودة في أنحاء العالم كيف يتم التواصل يتم التواصل عن طريق الويب ما هو الويب نسمع كثيرا بكلمة ويب الويب هو عبارة عن واجهة واجهة انترفيس يعني متعددة الوسائط هذه الواجهة تتيح لنا الدخول إلى الموارد المتاحة على شبكة الإنترنت يخطر بالي أيضا أحكي لكم عن الخوارزميات شو هي الخوارزمية الخوارزمية تختلف عن البرنامج البرنامج حكينا هو مجموعة من التعليمات المحددة اللي يكتبها البروغرامر أو المبرمج ويدخلها للحاسب ليقوم الحاسب بتنفيذ أو إنجاز مهمة معينة لكن الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات الرياضية المنطقية الحسابية متسلسلة اللي تم تصميمها لحل المشكلة معينة راح يمر معنا أو تسمعوا في source code أو الكود المصدري الكود المصدري هو عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات يقوم بمهمة معينة هذا الكود يكون مضمن ضمن البرنامج الحاسوبي طيب إيش فرقه عن البرنامج الحاسوبي أول شيء الكود ما هو برنامج الكود هو جزء من برنامج الحاسوب هذا البرنامج اللي هو مكتوب بلغة معينة من لغات البرمجة وهذا الكود يتعذر تعديله أو تحويله إلى لغة برمجة أخرى بواسطة المترجم الكمبيلر من غير الملفات المصدرية للبرنامج أو الأكواد المصدرية إذن يتعذر تعديل أو إعادة برمجة أو تحويل البرنامج إلى أي لغة برمجة أخرى لأن تعرفوا فيه كثير من البرامج يمكن تحويلها من لغة برمجة إلى لغة برمجة أخرى لكن يتعذر تعديل هذا البرنامج أو تحويل لغة برمجة أخرى بواسطة المترجم أو الكمبيلر اللي هو جزء من المعالج المايكرو بروسسر الموجود في الكمبيوتر بدون الأكواد المصدرية إذن الحاسوب إذا عرفناه كسيستم كنظام خلينا نشوف من إيش هو يتكون طبعاً يعني يمكن أن نشبه نظام الحاسوب إلى أي جسم يرتكز على عناصر فمثلاً المنضدة أو الكرسي لا يكون مستقر إلا على أربعة قوائم فكذلك نظام الحاسوب إذن يجب أن يكون مرتكز على مجموعة من العناصر اللي هي أول شيء الهيومن بينك أو الكائن البشري أو اليوزر المستخدم إذن المستخدم عفواً المستخدم هو الشخص اللي سيشغل هذا النظام ويستثمره إذن المستخدم هو الشخص اللي بيقوم بتشغيل واستثمار هذا النظام عندنا أيضاً الهاردوير اللي هو العتاد هو كل شيء ملموس باختصار يعني إذا جيت قلت لك الكيبورد تبع الكمبيوتر هل هو هاردوير نعم الماوس نعم إذن الرام الماذربورد المايكرو بروسسر إذن هذا كله الباور سبلاي هذا كله يسمى هاردوير إذن كل شيء ملموس جزء فيزيائي يعتبر هاردوير يقابل الهاردوير أيضاً لتشغيل الهاردوير يجب أن يكون لدينا سوفتوير أو البرمجية البرمجية هي نظام تشغيل مثل نظام تشغيل الحاسب يعني الـ Operating Systems أنظمة التشغيل والـ Applications المستخدمة التطبيقات المستخدمة وأيضاً البرامج أيضاً المكون الرابع والأخير هو البيانات الـ Data هي البيانات اللي يعالجها وينظمها الحاسب إن أي خلل في التكامل والتواصل بين هذه الأركان سيؤدي إلى نظام غير فعال ويعمل بشكل غير مستقر إذن أي خلل في التواصل بين هذه الأركان الأربعة يؤدي إلى خلل في النظام خلل في العمل سيكون النظام غير فعال سيكون غير مستقر أيضاً من هذه الأركان الأربعة أن الكائن البشري أو المستخدم هو المسيطر أو المحدد لطريقة عمل النظام القائم عليها كمان نلاحظ ملاحظة أخرى أن المكونين المادي والبرمجي يعني السوفتوير والهاردوير يتكاملان مع بعضهم البعض لتشكيل الآلة المنطقية المصممة بحيث يتتواصل مع مستخدم واحد في نفس الوقت استناداً لذلك تستخدم تسمية الحاسب الشخصي إلى personal computer أو PC PC يعني اختصار personal computer هو الكمبيوتر الشخصي طبعاً نطلق أحياناً اسم جهاز الحاسب الشخصي أو جهاز حاسب مكتبي يعني لأنه يستخدم في المكاتب ولأنه حجمه ثمنها قدرتها الحسابية معقولة طيب شو يعني حاسب ماذا يعني الحاسب كأنه تقدمنا كثير في العرض أنا آسف أعتقد بالعكس نعم نعم هنا نعم أعتذر على صار في تقدم سريع بالسلايدات طيب ما المقصود بكلمة حاسب ماذا تعني كلمة حاسب يعني كلمة حاسب مثل ما شرحنا سابقا هي آلة منطقية مشكلة من تكامل مكونين مادي وبرمجي وهي أداء بيد المستخدم الشخص الإنسان تتلقى تعليماته هاي المكونين المادي والبرمجي اللي هي الآلة المنطقية تتلقى التعليمات من المستخدم وتنفذ هذه التعليمات تقرأ البيانات تعالجها بعد معالجة هذه البيانات تظهر النتائج عند الطلب طيب يا شباب المعطيات المعالجة يعني ليس كما نراها ظاهريا على شاشة الكمبيوتر مثلا نحن لما ببرنامج معالجة النصوص مثلا الورد مثلا الورد لما نكتب له حرف ك أو 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 رمز أو رقم فنحن نرى الكمبيوتر يخرج على شكل رقم كما هو مكتوب على لوحة المفاتيح أو حرف العربي أو الإنجليزي أو أي لغة أخرى نحن نكتبه كحرف نضغط على الكيبورد فيظهر الحرف على الشاشة لكن الكمبيوتر لا يعرف أنه هذا حرف الجيم أو الطا أو الكاف بالعربي أو حرف الأي أو البي أو السي بالإنجليزية مثلا أو لا يعرف أنه هذا الرقم أربعة أو تسعة كيف يعرفوا هذه الأرقام والرموز والأحرف كلها مشفرة بشفرة الأسكي اسمها رح نعرف شو يعني شفرة الأسكي بحيث يشفر كل رمز إلى تسلسل من الواحدات والأصفر تسلسل من الواحدات والأصفر طبعا مختلف كل تسلسل رقم أو رمز كل شفرة مختلفة عن الأخرى أكيد مشان ما يصير دبليكيت أو تعارض يعني فمثلا حرف الأي لما نضغط على حرف الأي نحن ندخل للكمبيوتر أمر بأنه ظهر لي حرف الأي على الشاشة لكن حرف الأي لما نضغط حرف الأي مثلا أو البي أو أي حرف آخر أو أي رمز رح الكمبيوتر يقرأ كتسلسل من الواحدات والأصفار اللي هو يعني النظام الرقمي الثنائي أو البياناري سيستم إذن البياناري سيستم النظام الرقمي الثنائي اللي يستخدم الرقمين صفر وواحد فقط ليش لأنه تصميم الكمبيوتر أصلا كآلة منطقية هو مبني على أسس هذا النظام هو مجموعة من تسلسل الأصفار والأصفار الواحدات الآن إذا قرأنا في تاريخ الكمبيوتر راح نشوف أنه شارلز باباج أول من فكر بأن تقوم آلة بإجراء الحسابات بدلا من العقل البشري إذن البعض يسمونه الأب الفعلي للحاسوب في العام 1822 بلش يطبق أفكاره على شكل آلة سماها ماكينة الفروق مثل ما أنتم شايفينها في الصورة اللي هي difference engine أو محرك الفروق أو ماكينة الفروق difference machine يعني هو عبارة عن حاسوب بسيط يقوم بإجراء الحسابات البسيطة كالجداول الرياضية أيضاً صمم معها طابعة بهدف إضافتها لهذا الاختراع لتقوم بطباعة النتائج كان معه مساعد اسمه آدا لوفلايس مساعدة هي امرأة هي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر على الإطلاق اسمها آدا لوفلايس هي فعلاً تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر على الإطلاق في تاريخ البشرية كانت هي مساعدة لشارلز باباج العام 1822 طيب لكن اختراعه مثل ما يقوله لم يرى النور ليش لأسباب يعتقد أنها كانت تمويلية أو مادية إذن ما حدا اكترث لهذه الفكرة فلم يحصل على التمويل اللازم وبالتالي اختراعه لم يرى النور لكن الرجل لم يمل ولم يكل من التطوير فقام بالعام 1837 بتقديم أول حاسب ميكانيكي للعالم سماه الآلة التحليلية وفعلاً كان حاسوب شبه متكامل حاسوب ميكانيكي طبعاً ما يعتمد على الكهرباء أبداً هو عبارة عن حاسوب ميكانيكي يحتوي على وحدة حساب منطقي وذاكرة أيضاً يحتوي على ذاكرة ووحدة حساب منطقي أيضاً لم ينروا لم يرى النور هذا الاختراع ليش لنفس الأسباب اللي ذكرناها سابقاً وهي الأسباب السمويلية الآن الآن راح نشوف هذا بالنسبة للحاسوب الميكانيكي بالنسبة للحواسيب المبرمجة اللي هي طورت لحد اليوم بدأ عصر الحواسيب المبرمجة على يد العالم الألماني اسمه كونراد سوزا بين العامين 1936 و 1938 قدم اختراعه للعالم اللي هو المعالج زد ون طبعاً هذا أول أنواع المعالجات ويعتبر الحاسوب اللي احتوى هذا المعالج هو أول حاسوب ميكانيكي كهربائي إذن هو الحاسوب ميكانيكي كهربائي يستخدم النظام الثنائي الحديث في البرمجة بعدين طوروا لزد ثلاثة اللي يعتبر أول حاسوب وظيف متكامل بالعام 1942 طوروا إلى زد أربعة اللي أصبح أول حاسوب تجاري على مستوى العالم الآن بدأت هونتتو للاختراعات من أم الاختراعات اللي ظهرت عام 1936 في عالم اسمه ألن يقوم باختراع آلة اسمها آلة تيرانج لأنه اسمه تيرانج ألان تيرانج واللي هي كانت أساس في نظريات علم الحاسوب والحاسوب يعني مشان ما أطيل عليكم تتالت الاختراعات في هذا المجال وظهرت الكثير من شركات الحاسوب وبالأخص بعد اختراع الترانزستور الترانزستور اللي كان ثورة في علم الحاسوب وال IC اللي هي الانتغريتد سيركت الدارات المتكاملة أو الدارات المطبوعة برينتد ICP IC برينتد انتغريتد سيركت الدارات المتكاملة المطبوعة يعني لحد ما يعني طورت صناعة الحواسيب باتجاه تقليص الحجم والسرعة سرعة المعالجة إلى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في يومنا الحالي فإذن يعني إذا حدث الأكمين مخترع الحاسوب ما فينا نقدم إجابة محددة لأن الحاسوب كان هو نتيجة لسلسلة من الاختراعات والاكتشافات قدمها نخبة من علماء هذا العصر طريقة عمل الحاسوب يقوم المستخدم بإدخال الأوامر والبيانات عن طريق وحدات الدخل وحدات الدخل راح نشوفها ندرسها مثل الماوس مثل السكانر مثل الكيبورد مثل المايغرفون مثل هاي كلاتها وحدات الدخل أو يستقبلها المعالج ويتعامل معها وفقا للتعليمات البرمجية المستخدمة من تطبيقات ونظم تشغيل مثل برامج معالجة النصوص برامج الحسابات تصميم العروض والتقديمية وغيره من البرامج وعند الانتهاء من المعالجة يتم تخزين هذه المعلومات تفقنا على تسميتها معلومات البيانات بعد معالجتها صارت تسمى information معلومات إذن هي data تدخل إلى الحاسب يقوم الحاسب بمعالجتها فتخرج information معلومات لتعيدها إلى المعالج عند الطلب أو لتظهرها باستخدام وحدات الخرج أو وحدات الإخراج عند الطلب بحسب رغبة المستخدم إذن حسب المخطط اللي أنتوا شايفينه يقوم الحاسب بتنفيذ ثلاث عمليات أساسية الإدخال عن طريق ال input units المعالجة من خلال processing units وحدة المعالجة والإخراج أو إظهار المعلومات عن طريق output units وحدات الإخراج لا نهمل هنا ولا ننسى storage units اللي هي وسائط التخزين التي يحتويها الحاسب حيث يمكن تخزين البيانات والمعلومات في وسائط التخزين إذن إذا إذا حكينا عن information processing cycle دورة معالجة المعلومات إذا حكينا عن information processing cycle دورة معالجة المعلومات تتألف من أربع عمليات أساسية أولا عملية الإدخال ال input أكيد إدخال البيانات بوسط أجلس الدخل وعملية المعالجة أو processing تعالج البيانات المدخلة وتحول البيانات إلى معلومات ومن ثم عملية ثالثا عملية الإخراج أو output تخرج المعلومات على أجلسة الخرج كالطابعات والشاشات والمكبرات الصوت مثلا وغيره من أجلسة الخرج و رابعا عملية التخزين أو storage وهي تخزين المعلومات على وسائط التخزين مميزات الحاسب يعني إذا حكينا عن مميزات الحاسب أهم شيء السرعة مثل ما حكينا لك هو يقوم بمليارات العمليات الحسابية في الثانية الواحدة الدقة هو دقيق يعني لا يخطئ لأنه مبرمج أصلا بخطوات محددة إمكانية التخزين مثل ما شفته أو مثل ما أنتم شايفين اليوم إمكانية التخزين العالية لأجهزة الحواسيب والاقتصادية هو فعلا اقتصادي يعني يعني نوعا ما رخيص الثمن مقابل مقابل العمليات الهائلة والخدمات الهائلة اللي يقدمها أيضا يعني أحد ميزاته الاتصالات الشبكية نستطيع ربطه بشبكة شبكة داخلية أو شبكة عريض النطاق أو بشبكة الانترنت أيضا يستطيع محاكاة العقل البشري فأنت لما تصمم برنامج هذا الحاسوب يحاكي العقل البشري من خلال تنفيذ هذا البرنامج إذن معالجة البيانات واستخراج المعلومات أيضا أحد ميزاته الرئيسي هو آلة متعدد الاستخدام مثل ما حكينا لكم يعني هو يستخدم في برامج الفضاء في مجال الصحة في مجال البيئة في كل المجالات أنواع الحواسيب طبعا أنواع الحواسيب أول شي نصنف حسب الأداء وحسب ساعة التخزين وحسب الثمن تصنف لهذه الأنواع الأداء ساعة التخزين والثمن كما يمكن تصنيفها حسب الحجم ومكان الاستخدام أول شي أنواع الحواسيب حسب الحجم عندنا أربع أنواع للحواسيب بحسب الحجم أولا أجهزة الحاسب العملاقة وأجهزة الحاسوب المركزية وأجهزة الحاسوب المتوسطة يسمونها أو ذات المدى المتوسط وأجهزة الحاسوب الشخصية أو وتختصر ب بي سي الحواسيب العملاقة أو السوبر كومبيوترز هي أقوى أنواع الحواسيب على الإطلاق هي أيضاً هي أيضاً نوع خاص جداً ومكلف لكنه ذو قدر عالية على معالجة مليارات التعليمات الثانية ويستخدم ويستخدم من قبل الشركات الكبيرة جداً لتلبية احتياجات التطبيقات التي تحتاج سرعات عالية جداً ودرجة عالية من الدقة سرعة عالية ودرجة عالية من الدقة يعني مثلاً يستخدم بتحليل الحالة الجوية بالتنقيب عن النفط أيضاً مراقبة الضغط الجوي يعني التنبؤ بالحالة الجوية في مخابر البحث العلمي أيضاً مثل ما انتوا شايفين بالشكل هذا هو الحاسوب العملاق اللي طبعاً أول من صممه هو شركة IBM في بلوجين يعني هذا اسمه بلوجين أول حاسوب صممته هو سوبر كومبيوتر صممته شركة IBM وهو واحد من أسرع أجهزة الحاسوب في العالم واللي هو هذا اللي شايفينه بالشكل اسمه بلوجين سوبر كومبيوتر طبعاً إذن هذا عن السوبر كومبيوتر المين فرامز أو الحواسيب المركزية طبعاً هي ذات قدرة عالية لكن أقل من السوبر كومبيوتر أيضاً تعالج هذه تعالج مليارات التعليمات في الثانية الواحدة هون تعالج ملايين التعليمات في الثانية الواحدة طبعاً هي غالية الثمن كبيرة الحجم تحتاج تحتاج لغرفة محكمة يكون فيها درجة حرارة معينة طبعاً يحتاج للبرودة بسبب الحرارة العالية الناتجة عن عمليات المعالجة فالعتاد الهاردوير اللي كان الصلب راح ترتفع درجة حرارة فتحتاج إلى تبريد طبعاً الغبار يؤثر فيها بشكل كبير ولازلت أذكر جملة إن ذرة من الغبار مثل صخرة على سكة قطار في القرص الصلب مثلاً يعني ذرة الغبار على القرص الصلب ذرة أكيد لا ترى بالعين المجردة يمكن للمجاهر الكترونية فقط مشاهدة ذرة الغبار هذه هي تمثل صخرة على سكة قطار بالنسبة للكمبيوتر طبعاً هذه الحواسيب المركزية تستخدم في الشركات الكبيرة مثل بنوك مثل شركات الاتصالات طبعاً ليش مشان يستطيعون الولوج لهذه الشركة آلاف ويعني أحياناً ملايين المستخدمين يلجون إلى هذه الشركة في ذات ممكن أن يكون في ذات الدقيقة أو ذات الثانية عدد كبير وهائل من الناس يلجون إلى هذا الكمبيوتر في الثانية الواحدة يعني مثلاً شركات الاتصالات أنتم متخيلين في الثانية الواحدة كم اتصال يجرأ كم اتصال يقوم به كم شخص يقوم باتصال في الثانية الواحدة فتخيلوا معناته هذا الحاسوب المركزي لان 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 عندنا المد رانج كومبيوتر أو جهس الحاسوب ذات المدى المتوسط طبعاً لها قدرة معالجة أقل قوة من الحواسيب المركزية وأقوى من الحواسيب الشخصية يعني تستخدم من قبل الشركات المتوسط الحجم يعني تستخدم في الأعمال التجارية المعقدة نوعاً ما يعني تستخدم في الأماكن اللي يكون استخدام الحاسوب الشخصي غير مناسب وأيضاً هي رخيصة أرخص هي ليست رخيصة هي أرخص من الحواسيب الكبيرة غالية الثمن يعني مثلاً تستخدم لخدمة المستخدمين في احتياجات محددة كاسترجاع بيانات من قاعدة البيانات أو تجهيز الوصول إلى البرمجيات طبعاً جهسة الحاسوب الشخصية كنا نعرفها ولا يخلو بيت منها يعني هي لا تخلو المكاتب والمنازل من أجهزة الحواسيب الشخصية تسمى أصغر حجم طبعاً أقل قوة ثمنها رخيص منتشرة على نطاق واسع هي سريعة التطور يمكن تطويرها بسرعة كبيرة وتستخدم مثل ما تعرفون من أجل أعمال المنزلية والتجارية والتعليمية البسيطة من حيث طبعاً في أنواع لأجهزة الحاسوب الشخصية أول شيء المكتبي يسمونه الـ بسكتوب كمبيوتر تعرفوا هو صغير بما يكفي ليوضع على مكتب لكن أيضاً هو ثقيل بحمله وصعب يعني من الصعب حمله ونقله من المكان إلى آخر في عنا جهاز الحاسوب المحمول اللابتوب كمبيوتر اللي هو يسمونه نوتبوك كمبيوترز أو حواسيب المفكرة يعني لأنه صغير سهل الحمل خفيف الوزن صغير الحجم الشاشة ولوحة المفاتيح صغيرة وله نفس قوة الحواسيب الشخصية لكنها أغلى ثمناً وميزته الحقيقة اللابتوب أنه يمكن أن يعمل على البطارية الآن عندنا التابلت أو الحواسيب اللوحية طبعاً أصغر وزنها أخف لكن أقل قوة من اللابتوب أقل قوة من الحاسوب المحمول وعادةً ليس لها لوحة مفاتيح إنما تستخدم شاشة تتش يعني تتش سكرين أو شاشة اللمس التي ستكون حساسة لللمس عندنا أيضاً السمارتفونز الهواتف الذكية هو أحد أنواع الأجلسة الكمبيوتر ولاحظوا يعني ما يقوم به الكمبيوتر يستطيع القيام به الهاتف الذكي كالاتصال بالإنترنت وأيضاً يعني غيره من الأجهزة الأخرى يعني عندنا أيضاً أجهزة حاسوب محمولة مثل الـ أجهزة اللي يمكن ارتداءها القابل للارتداء مثل الـ ووتش ومثل ما نشايفين اليوم الساعات الذكية اللي يمكن أغلبنا لابس مثل لابسها يعني طيب الأنواع الثلاثة الأخيرة يعني تسمى Palm Top Computers اللي هي حواسيب الجيب اللي هي التابلت والسمارتفون والويرابل ديفايس فيها ميزات أنها صغيرة تمتلك شاشة تعمل على اللمس تقوم بنفس عمل الحاسوب الشخصي لكن بشكل أبسط أكيد وأسعارها منخفضة نسبياً أكيد أرخص من اللابتوب وأحياناً يعني تلاقي موبايل أو نعم سمارتفون هو بسعره يقارب سعر اللابتوب الكمبيوتر المحمول الآن يعني لابد لهذه الأجهزة من نظام تعمل عليه فراح نشوف شو هي الانظمة الذكية يعني الإنسان حاول من زمن بعيد أنه يحاكي بعض صفات الذكاء البشري الذي يعد أحد القدرات العقلية لعملية المعرفة يعني اللي يحكم كل عمليات التفكير المعقد داخل العقل وابتكر الأدوات والبرمجيات اللي كانت ثمرة لجهود طويلة من عمليات التطوير واستخدام أساليب الحاسوب للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه تشابه الأساليب اللي تنسب إلى ذكاء الإنسان وأطلق على هذا الحقل العلمي من علوم الحاسوب المختص يسمى بالذكاء الصنعي AI اللي هو الارتيفيشل انتليجانس وكان الإنسان الآلي أو الروبوت يعني حتى لهم فيه روبوتات يعني يسمونها الروبوت ذو المشاعر فهذه الروبوتات حتى قادرة إنها تبكي أو تفرح إذا يعني أحست بالموقف اللي أمامه اليوم يعني الروبوت قادر على إنجاز العديد من المهام اللي تطلب نوع من الذكاء وتراكم المعرفة والإدراك والتعلم والفهم إذن يمكن تعريف الأنظمة الذكية على أنها مجموعة من العناصر المترابطة اللي يمكن أن تكون متصلة بالشبكة وتتعامل مع معطيات بالزمن الحقيقي وتهدف لتحقيق هدف معين وتعتمد في عملها على نوع من أنواع الذكاء الصنعي اللي هو أو النظم الخبيرة الأنظمة الخبيرة اللي تحاكي خبرة الإنسان في مجال معين مثلا شايفين روبوت يسقي المزروعات في توقيت محدد هذا هو أحد نماذج الأنظمة الذكية يعني تستخدم الأنظمة الذكية يعني مدخلات من الآلات من الناس من الفيديوهات من الخرائط خلاصات الأخبار ترتبط بأجهزة الاستشعار اللي تكون قادرة على التمييز والإدراك تتصل بالويب اللي يعتمد على تحليل معاني الكلمات وتحليل دور الآلة إذن وبالتالي تكون أكثر إنتاجية لأن تعتمد على تقوم بعمليات تحليل معقدة ومثلا كتقنيات معالجة اللغة الطبيعية التنقيب عن البيانات تعليم الآلة وتستجيب هذه الأنظمة الذكية لاحتياجات الناس ومشاعرهم وعاداتهم وتركز على دمج المعرفة لتمكين الوعي لإيجاد الحل الأنسب في مجال معين وهذه الأنظمة الذكية يعني لا تستغربوا إذا قلت لكم هي تأخذ في الاعتبار تفكير مستقل كما تعمل بطريقة تعاونية يعني إذن هي تشير إلى نموذج جديد مثير في مجال تقنية المعلومات تتفاعل مع الأفراد يعني تجعلهم يتفاعلون في مع البيئة بحيوية مثلا شوفوا هالشكل اللي في هو نموذج عن أحد الأنظمة الذكية هو منظم لدرجة حرارة الغرفة يعني يتحكم بدرجة حرارة الغرفة بحسب ما أنت تبرمج طبعا تهدف الأنظمة الذكية التي يتوظيف التقنية بحسب لتلبية رغبات ومتطلبات وحاجات الإنسان والحفاظ على البيئة والطاقة وتوفير الأمان والسلامة وتقليل دور الإنسان في اتخاذ القرارات والعمل وتتميز بالقوة والمتانة وسرعة الاستجابة القدرة على التكيف سهولة التعليم سهولة الاستخدام يعني إمكانية الوصول إليها من أي مكان متصل بالشبكة مثلا اليوم أنت قادر من أي مكان تتحكم بالثلاجة الذكية اللي عندك في البيت تهدي لدرجة الحرارة أو ترفعها أو تفصل عنه الطاقة مثلا عن الثلاجة أو تشغل الأي سي المكيف الهواء عن بعد وتتحكم فيه عن بعد أيضا عندها القدرة على الاستقراء والتشخيص والتحليل والاستجابة واتخاذ القرارات بشكل أسرع من الإنسان ليش؟ لأنه عندها قدرة عالية على التفاعل مع الأفراد ومساعدتهم على اتخاذ القرار مثلا أحد الأنظمة الذكية هو نظام تشخيص لحالة المريض اليوم في أنظمة ذكية تشخص حالة المريض هناك أنظمة تتحكم بالإنارة والتدفئة والطاقة الذكية في البيوت في أنظمة ذكية اليوم تتعرف على الأشخاص على الوجوه تتعرف على الأماكن والمنتجات الذكية في أنظمة اليوم تقرأ الباركودات الرموز تتحكم بأنظمة النقل ورصف السيارات تحكم بحركة المرور اليوم في أنظمة ذكية للتعليم أنظمة التنبؤ بحالة الجو أنظمة التنبؤ بالخطر وبالحرائق أنظمة المراقبة والأمان والإنذار المبكر أنظمة السامة أيضا في الطيران والسكك الحديدية والسيارات اليوم لدينا الروبوتات والحواسيب والهواتف النقالة وشاشات العرض الذكية والثلاجات الذكية هاي كلها أنفلة عن أنظمة الذكية الآن لما نفكر جهاز كمبيوتر راح نفكر أنه هو مجرد معدات مادية مثل لوحة المفاتيح والشاشة لكن الحقيقة هو أكثر من ذلك الطريقة التي تفكر بها في أجهزة الحواسيب هي جزء من نظام معلومات نظام المعلومات هذا يتألف من أشخاص وإجراءات والكيانين البرمجي والمادي والبيانات وشبكة المعلومات مثل ما أنتوا شايفين في الصورة الموجودة أمامكم نظام معلومات يتألف من هذه الأجزاء إذن الأشخاص هم مثل ما حكينا هو الجزء الأكثر أهمية في أي نظام للمعلومات ألاحظوا أن حياتنا اليوم مرتبطة بشكل كامل مع أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت أيضا لدينا الكان البرمجي أو السوفت وير يعني هو عبارة عن برامج الحاسوب مجتمعة كلها تسمى سوفت وير هذا السوفت وير إيش مهمته يخبر الهارد وير بما يتوجب عليه فعله وكيفية التصرف والاستجابة لأوامر المستخدمين وكيفية القيام بعملها لمعالجة البيانات والهدف من البرنامج هو تحويل البيانات مثل ما حكينا الكل هي الحقائق الغير معالجة إلى المعلومات اللي هي حقائق تمت معالجتها فالكيان البرمجي لا يعمل لوحده فالكيان الصلب أو الهارد وير لا يعمل لوحده بل يحتاج إلى برنامج ليقوم بتشغيله ومثل ما عرفنا لكم البرنامج هو عبارة عن مجموعة مرتبة من التعليمات المكتوبة بأحد لغات البرمجة لتحقيقه وإنجاز مهمة محددة مصممة يتم تنفيذها وتخزينها على الكمبيوتر إذن البرنامج البروغرامز أو البرامج مختلفة عن كلمة سوفتوير السوفتوير هي مجموعة من البرامج البروغرامز اللي تيجي على شكل بكج أو سويت حزمة يعني فإذن هاي معنات الفرق بين البرمجة والبرامج ومع أنه يعني هو شيء غير ملموس هذا البرنامج لا نستطيع الوصول إليه أو لمسه لكنها هي جزء أساسي من أي نظام معلومات مثلا برنامج يقوم ب برنامج الرواتب مثلا في شركة ما يقوم بتنفيذ تعليمات الكمبيوتر لكي يأخذ عدد الساعات اللي عملت بها في الشهر ويضربها بأجرتك الساعية أجرتك اليومية ومن ثم نحصل في النتيجة على الراسب يعني كمية الراسب اللي تقبض في نهاية شهر يعني والأمثلة كثيرة ملايين البرامج اليوم موجودة في الكمبيوتر هون عندنا نوعين رئيسيين من البرامج اللي هي برمجيات النظام أو السيستم سوفتوير وعننا البرمجيات التطبيقية طيب ما هي برمجيات النظام؟ مجموعة من البرامج المصممة اللي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الهاردوير إذن الهاردوير هو عبارة عن شرائح الكترونية كيف نستطيع التعامل معها من خلال السوفتوير أو مجموعة البرامج هاي اللي موجودة في الخلفية نحن لا نراها هاي البرامج تخزن على أجلس التخزين الداخلية في الكمبيوتر برمجيات النظام هي ليست برنامج جوحة في الحقيقة هي مجموعة من البرامج اللي تضم نظمة التشغيل أو البرامج الخدمية المفيدة نظمة التشغيل مثل ما نعرف كلياتنا هي مجموعة البرامج اللي تقوم بإدارة إدارة الأنشطة في نظام الحاسب إذن الدور الرئيسي لها هو الإدارة والتحكم وتنسيق موارد الحاسب وتشغيل التطبيقات أما البرامج الخدمية اللي هي أو البرامج المفيدة تنجز مهام محددة تتعلق بإدارة موارد الحاسب مثلاً عندنا نظام أو برنامج مكافحة الفيروسات الانتيفيروس اللي كلياتكم تعرفونه اللي يحمي الكمبيوتر من انتهاك خصوصيتك وبياناتك ويعني يحمي كل المعلومات وهون عندنا بالصورة على اليسار في أعلى الصورة عندنا نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 10 والصورة في الأسفل هي صورة عن نظام التشغيل ماكينتوش أو ماك أويس ماك أوبريتينج سيستم الآن عندنا البرمجيات التطبيقية هي كل البرمجيات التي يعمل عليها المستخدم مثل هي برامج ذات أغراض عامة مثل الورد أو الإكسل أو البراوزر أو إلى آخره أو المجموعة من التطبيقات المتخصصة فإذا لدينا تطبيقات ذات أغراض عامة general purpose applications هي برامج تستخدم على نطاق واسع في جميع المهن تقريبا مثلا شايفين اليوم البراوزر يقوم بوصل المستخدم بالإنترنت أيضا معالج النصوص مثلا الورد يقوم بإعداد الوثائق النصية وهكذا ولدينا التطبيقات المتخصصة اللي هي برامج تركز على فرع معين أو مهنة معينة ولدينا من التطبيقات المتخصصة آلاف أو عشرات الآلاف من هذه البرامج مثلا برامج الرسوم ومعالجة مقاطع الفيديو وبرامج التأليف على الإنترنت وغيرها لدينا أيضا التطبيقات النقالة أو الموبايل أبس أو الموبايل أبليكيشنز اللي يسمى بتطبيقات الجوال موبايل أبليكيشنز أو هي برامج صغيرة مخصصة للأجهزة المحمولة مثل الهواسف الذكية والحواسب اللوحية فقط ولدينا اليوم يعني ملايين من هذه التطبيقات من أجل التواصل الاجتماعي والألعاب وتحميل الموسيقى والفيديو وغيرها أيضا لدينا المكون الآخر من مكونات عنظمة المعلومات هو الكيان المادي مثل ما حكنا لكم الكيان المادي الهاردوير يعني يعني هو عبارة عن مجموعة التجهيزات دارات الكترونية تقوم بمعالجة البيانات فإذن مثل محركات الأقراص والذواكر والماذربورد والطرفيات كانها اجلسة الإدخال أو اجلسة الإخراج مثل لوحة المفاتيح الفأرة الشاشة مكبرات الصوت الطابعة المايكروفون إذن هاي كلياتها تسمى بالكيان المادي مثلا الكيان المادي لأجلسة الحسوب شخصية تألف من سيستم يونيت ووحدة النظام أجلسة الدخل والخرج الانبوت والأوتبوت ديفايس وأجلسة التخزين الرئيسية وأجلسة التخزين الثانوية والكومنيكيشن ديفايس أجلسة الاتصالات وهكذا الداتا عرفنا لكم إياها الداتا سابقا يعني حكينا لكم هي مجموعة من الحقائق الخام الغير معالجة قد تكون نصوص قد تكون أرقام أو صور أو أصوات ومعالجة ويتم تخزينها على شكل ملفات مثل ملفات المستندات أو document files أيضا يمكن تخزينها على شكل worksheet files بيانات Excel أيضا على شكل database أو قواعد بيانات أو على شكل powerpoint files أو presentation files وهكذا إذن يوجد أنواع كثيرة جدا من الملفات وهي لحالها يعني أنواع الملفات يلزمها محاضرة مستقلة الإجراءات يعني أيضا هي مكون من مكونات أنظمة المعلومات هي عبارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية للأفراد وهي مطلوبة عند استخدام البرمجيات ويتم توثيقها عادة من قبل المتخصصين في الحاسب أيضا الاتصال بالشبكة والإنترنت يعني هو قدرة الكمبيوتر على تبادل المعلومات مع الحواسب الأخرى ورح ندرس إن شاء الله في مادة أعتقد في محاضرة مستقلة عن الشبكات أو النتوركس وهو يعني اللي هي نظام اتصالات يربط بين اثنين أو أكثر من أجهزة الحاسوب يعني يعني جميع نظم المعلومات توفر وسيلة للاتصال مع الآخرين ومع الحواسيب وتستخدم عادة شبكة الانترنت هذا الاتصال يوسع إلى حد كبير قدرة وفائدة نظام المعلومات طبعا لدينا هنا الحاسوب السحابية أو الكلاود كومبيوتينج تستخدم شبكة الانترنت والويب لنقل أنشطة الحواسيب من الجهاز الحاسوب الخاص والمستخدم إلى أجهزة الحاسوب الأخرى على شبكة الانترنت عبر اتصال هذا الاتصال قد يكون سلكي وقد يكون لا سلكي أو الويرلس كومنيكيشن التي غيرت الطريقة التي نتواصل فيها مع بعضنا صارت الهواتف ذكية والحواسب والأجهزة القابلة الارتداء كلها تتصل باتصال لا سلكي يعني هنا لدينا تعريف أيضا الانترنت أو الانترنت الأشياء يسمونه The Internet of Things يعني التطور المستمر للإنترنت أدى إلى استخدامه أيضا مع الأجهزة والأشياء للحصول على بيانات في الزمن الحقيقي يعني سمح للأجهزة من الحياة اليومية أنها تكون متصلة بالانترنت الأجهزة الإلكترونية القادرة على إرسال واستقبال البيانات عبر شبكة الانترنت يعني الاتصالات اللاسلكية الحوسبة السحابية الانترنت الأشياء يدفع بسرعة إلى الأمام يعني لمواصلة التأثير بشكل كبير على تصنيع الحاسب وتطوير الحاسب اللي كل يوم نحنا نتفاعل معه وغيره من الأجهزة الأخرى طيب البنية الأساسية لأي نظام حاسوبي طيب أي نظام حاسوبي بغض النظر عن حجمه أو شكله أو نوعه هو يتكون من وحدة معالجة مركزية ووحدة تخزين ووحدات دخل وخرج هذا في الأساس لكن إذا حاولنا بالتفصيل قليلا نشوف حسب الشكل اللي شايفينه أمامكم يتكون أي نظام حاسوبي من وحدة الحساب والمنطق وذاكرة تخزين البرنامج الروم اللي يقوم مصمم الحاسوب بكتابة برنامج التشغيل والطبيقات الأساسية الأخرى على الروم اللي هي رد only memory هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط ولا يمكن التعديل عليها وأيضا الذاكرة المساعدة الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي random access memory وأيضا وحدات الإدخال المعلومات وحدات الإخراج وطبعا هاي النواق اللي يسمونها البسز ووحدة التحكم ولدينا يعني متممات النظام الحاسوبي آمل أن تكونوا قد حققتم الفائدة وا استمتعتم إن شاء الله بالمحاضرة اليوم نكمل إن شاء الله في محاضرات أخرى وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر